في هذه القرية في منطقة كالابريا الإيطالية أصبحت المعاينة الطبية إلزامية وقد اتخذ هذا القرار لمواجهة ارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان الذين تراجع عددهم في بضع سنوات من ألف نسماء إلى خمسمائة بسبب الوفاية الطبيعية ما بات يهدد قرية السيليا بالزوال شأنها شأن قرى عدة في الجنوب الإيطالي هذا ما دفع رئيس البلدية إلى إصدار قرار محلي يهدف بحسب الصحافة إلى حذر الموت وهو يقضي عمليا بفرد ضربة جديدة بقيمة 30 يورو سنويا يعفى منها كل من يثبت أنه أجر معاينة طبية سنوية عددت هذا القرار بهدف تنبيه الناس إلى همية الموضوع وسرعان ما أثبت فعاليته إذ مع ورور شهر على صدوره أجرى حوالي 100 شخص تحاليل الدم واليوم لدينا 230 شخصا أجروا التحاليل وخضعوا لمعاينة طبية أي ما يقرب من 50% من السكان وبهدف تشجيع السكان على إجراء معاينة طبية على قدر الإمكان يفتتح مركز صحي في القرية بتمويل أوروبي يقصده بانتظام ممرضون وأطباء متخصصون من المدن المجاورة ويتابع هؤلاء الأوضاع الصحية لعشرات المسنين ممن قد يعدلون عن تلقي العلاج لولا هذه المبادرة إجراء معاينة في المستشفى قد يتطلب أشهر من انتظار وهذا ليس أسلوبا جيدا لرعاية المسنين أما هنا فنخضع لفحوص منتظمة كل شهر واثنين وهذا أمر رائع حقا بالنسبة لي ولم يسلم القطاع الصحي في إيطاليا من الاقتطاعات في الموازنة في السنوات الأخيرة فبات تلقي العلاج في المؤسسات العامة يتطلب انتظارا طويلا فيما كلفة الولوج إلى المؤسسات الخاصة مرتفعة كنت في حاجة لإجراء معاينة طبية واضطررت لأن أقصد عيادة خاصة وقد كلفني ذلك كثيرا وهذا خيار غير متاح لمن لا يمتلك الإمكانات المادية إن دفعت المال فستحصل على موعد فوري بالتأكيد وإلا وليس مشروع الحفاظ على الصحة السكان سوى جزء من مسعى رئيس البلدية للحد من تراجع عددهم في القرية فهو بفضل تمويل آخر من بروكسل بقيمة مليون وخمسمائة ألف يورو أقام ميدانا لرياضات المغامرة وسيفتتح كذلك مركزا شبابيا ونسلين في الربيع المقبل على أمل استقطاب الشباب وزيادة معدل الولادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر